منذ أسبوع والجيش التركي مستمر بعملياته العسكرية غير المسبوقة على مواقع لحزب العمال الكردستاني في عدة مدن جنوب شرق الأناضول وقد أعلن أنه قتل 120 مسلحا كرديا لكن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد أكد أن من بينهم 23 مدنيا هذه المعارك تركزت في سور وجزرى وشيرناك الوقع عند الحدود مع العراق وسوريا أما منظمة هيوم راتس ووتش فأعلنت في تقريرها أن الوفيات بين المدنيين ستشهد تزايدا إذا لم توقف القوات الأمنية التركية الاستخدام التعسفي ضد الأكراد في جنوب شرق البلاد وفي ديار بكر وقعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الرافدين لحظر التجول في المدينة بعض الشبان رشقوا الشرطة بالحجارة فردت عليهم بإطلاق الغاز المثيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم